مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تطور نظام الجمعيات العمومية للنادي الاهلي الاول كان سكرتير النادي بيقرأ على اعضاء الجمعية تقرير عام عن حالة النادي وبعد كده بقى سكرتير كل لعبة او نشاط بيقرأ تقرير عن اللعبة او النشاط لكن من اول جمعية 28 سبتمبر 1923 بدأ النادي يطبع تقرير شامل ويوزعه على الاعضاء لمناقشته وقلنا ان اول تقرير للنادي تم طبعته في مطبعة مصر اللي اسسها طلعت باش عرب وكان لازم النادي الاهلي يدعم اول مطبعة مصرية ويطبع فيها اول تقرير عن حالة النادي ما هو مش معقول يبقى النادي متأسس كاول نادي مصر للشعب ويطبع تقريره في مطبعة اجنبية واتكلمنا عن ادخال العاب الملاكمة والمصارعة للنادي وتأسيس اتحادات الملاكمة والمصارعة على ايد ابناء النادي وعن الخدمات العظيمة اللي قدمتها عائلة راتب للاهلي من اموال وهدايا لفرش حجرات النادي وبناء صالة راتب وغيرها وكمان اتكلمنا عن اعتذار عبدالخالق باشا صروة رئيس النادي عن ترشيح نفسه مرة تانية وانتخاب جعفر ولي باشا ليكون الرئيس الرابع للنادي الاهلي واتكلمنا عن قرار منع قبول عضوية الاجانب بالنادي وعن فوز الاهلي باول بطولة لكاس مصر في تاريخه وعن بناء مدرد جديد لملعب الكرة وختمنا الحلقة بمجرد اشارة لواقع مؤسفة حصلت عام 1925 بطلها عضو رياضي من اشهر الرياضيين في تاريخ مصر وسألنا وقلنا مين العضو ده وايه القرار النهاردة حنعرف هو مين وحنعرف ايه هو القرار عارفين مين بطل مصر والعالم في السباحة الطويلة واول مصري وعربي وافريقي عبر المنش اسحاق حلمي وقبل ما نحكي الواقع تعالوا نتعرف على مين هو اسحاق حلمي ولد اسحاق حلمي بقفر العلو بحلوان عام 1901 والده عبدالقادر حلمي باشا كان من كبار ضباط الجيش المصري اسحاق حلمي كان عاشق للرياضة من صغره وكان بمارس كرة القدم والفروسية والسباحة وبدأ مشواره مع السباحة الطويلة في جلسة مع مجموعة من اصدقائه في مدينة راس البر عام 1920 دار الحديث حوالين المسافة بين مدينة الدميات وراس البر اللي كانت تقريبا 15 كيلو يا ترى ممكن حد يعوم المسافة دي قعدوا يقولوا لبعضهم كده ففكر اسحاق حلمي ان يكون اول سباح يعوم بين دميات وراس البر وشجعوا اصدقائهم وكان منهم رئيس تحرير جريدة الاجيب شمال وتاني يوم بدأ اسحاق حلمي المحاولة ونجح فيها وخرج من نيل راس البر وسط تهليل وتسئيف جماهير المصيفين والصحف اهتمت باول محاولة للسباحة الطويلة في مصر ما اكتفاش اسحاق حلمي ده قرر انه يعمل محاولة اصعب يعم من حلوان للقاهرة يعني مسافة اطول حوالي خمسة وعشرين كيلو وفعلا نجح اسحاق حلمي في محاولته الفريدة وقتها واصبح بطل قومي اللي عملوا اسحاق حلمي كان سبب في دخول سباقات سباحة المسافات الطويلة لمصر فاتنظمت بعد كده سباقات سنوية في نفس المسافات سباق دميات راس البر لسباحة المسافات الطويلة وسباق حلوان القاهرة لسباحة المسافات الطويلة مش بس كده سنة 1924 فكر اسحاق حلمي في عبور المنش وحاول تلت مرات وربعة عام 1924 و25 و26 لكن للأسف المحاولات فشرت لحد ما نجح في عام 1928 واصبح بطل عالمي وكرموا الملك فؤاد بمنحوا نوت الجدارة واطلقوا عليه العديد من الالقاب منها رائد السباحة الطويلة عميد السباحين المصريين واطلق عليه الانجليز لقب فرعون مصر وقبل وفاته في 5 نوفمبر 1980 منحوا الرئيس الراحل انور السادات وسامل استحقاق مع مجموعة من الرياضيين وعشان نعرف قيمة وشعبية اسحق حلمي بين المصريين كان المعلنين بيستغلوا شعبيته في الاعلان عن منتجاتهم وعلى رأسها منتجات الأدوية اسحق حلمي كان قيمة رياضية كبير قوي ورائد من رواد الرياضة المصرية ترجمة نانسي قنقر